السلام عليكم ورحمة الله معكم محمد جراملي من قناة جي تيك اليوم سنحكي عن ترتيب الشاشات كيف انا كمستخدم لجهاز البيسي وممكن رتب الشاشات بالشكل الافضل صراحة ما فيش اشي افضل اشي ولكن كل انسان بناس بترتيب معين وشكل معين وموضع معين للشاشات انا شخصيا حاولت خلال سنين على مدى سنين اني اغير ترتيب السيت اوب عندي ومكان الشاشة انا شخصيا من السنين بستعمل على الاقل اربع الشاشات مش كل الوقت طبعا بحتاج اربع الشاشات ولكن كثير بساعدني وكثير بريحني يكون عندي اربع الشاشات او حتى اكثر مرات اذا في حاجة راح ابلش بالترتيب القديم اللي كان عندي تقريبا من 12 تقريبا او 13 سنة هذا سيت اوب زي ما انتم شايفين كنت استعملوا اكثر للالعاب اني استعملوا للالاونلاين او لوكال جيمينج كنت لعاب الالعاب اللي هني لوكاليت مع العلي طبعا طبعا هذا جدا قديم خلا ننتقل للاشي شوي هيك احدث وكيف بلاشت عن جد لما اشتغل على على الزوم مثلا او اني اعلم عن طريق الانترنت او اني اعمل اديتينج بهذا السيت او انا قررت طبعا اجيب شاشة كبيرة معي الاربع الشاشات الصغار اللي شاشتين بالواجهة من قدام وشاشتين على بجهة الشمال الاربع شاشات كانوا كفاية ولكن بعرف اش شفت انه كمان شاشة بتضرش فجبت شاشة كبيرة افكر حجمها خمسين انش او خمس وخمسين انش على اساس اني استعمل هاي الشاشة للجيمينج بهذا السيت او هون قررت اغير كثير امور اول اشي جبت ستاند للشاشات او كي انا اوصل شاشتين على ستاند وهون بلشت المعركة كيف لازم انا اوصل الشاشات اي شاشة لازم تكون على ستاند باي جهة لازم يكون ستاند باي ارتفاع لازم يكون ستاند هل لازم تكون الشاشة الكبيرة بالنص هل لازم تكون الشاشتين صغر على الجنب في عندي كمان شاشة اللي هي اكبر شوي من الشاشتين الصغر اللي شايفينها بالنص اي كمان هي وين لازم تكون من جهة اليمين من جهة الشمال شو اريح شو اسهل و ايش اكثر مناسب اوكي شفت انه الشاشتين من جهة الشمال اني احطتهم بالطول جدا جدا كبير و بأخذ كتير مساحة وببعده كثير عني وصعب اشوف شو فيها على الشاشة فقررت بدلا ما احطني بشكل عرضي احطني بشكل طولي وهيك بأخذوا اكل مساحة الشاشتين بشكل طولي ما عجبنيش ما رتحت اللوش ما شفتش انه مناسب نعم خليت الشاشة الكبيرة و الشاشة الاسية كدامي و الشاشة اللي اصغر منها بشوي كمان من جهة الشمال بس ما كانش افضل وضع ولا كان اريح اشي هون قررت انتقل الشاشات من جهة الشمال لجهة اليمين يكونوا حدي بشكل مباشر بجانب الشاشة الاسية من جهة اليمين كان احسن افضل طبعا من جهة الشمال كان مريح اكثر الاستعمال اسهل الشاشات اقرب على عيني بعد فترة قررت اني احل واحدة من الشاشات الثنتين الصغار احط بس واحدة منهن احل الشاشة الوسط اركبها على استاند بجانب الشاشة الصغيرة وهيك انا على اساس يعني احسنت انه ارتب غيرت محل الكيس حطته من جهة الشمال على الطاولة نفسها وقمت الخزانة اللي كان قاعد عليها على الكمبيوتر واعساس انه هذا الشكل افكر كان ارتب اشتغلت علي فترة تخلصت من واحدة من الشاشات لست احطتها على جانب ما تخلصت منها شيلي وهذا هو الساكل كان كان ارياح وكان صوت الكمبيوتر في راسي صوت الهويات في راسي يعني الجهاز فيه يمكن 6 هويات وغير طبعا الهواء تاعت الباور سبلاي فكان دوش صراحة وما كنتش مرتاح كثير اني اخلي الكيس حد راسي يعني من جهة ذاني شمال فما كانش مريح الاشي بعد فترة طبعا غيرت اوكي ما انو دوشني صوت الهويات قررت احط البيسي شوي بعيد عني اجيب كمان طاولة وابعده عن ذاني اني ما يخزق راسي في صوت الهويات هذا الشكل اللي عملته وتوجهت على الشاشة الرئيسية الشاشة اللي في النص الوسط والشاشة الجانبية اللي بس تعملها السوشيال ميديا الواتس اوب والاخ من هاي الشغلات كان اريح كان افضل اكيد احسن من اللي قبيل وصلنا هون للنسخة النهائية حسب رأيي يمكن هذا افضل شكل او افضل ترتيب لشاشات اول اشي البيسي والكيس بعاد عني صوت المراوح مش بذاني بعيد مرتفع فالاشي ما بذيكن كثير الشاشة الرئيسية اللي هي 32 انش مباشرة قدامي فوقها في شاشة صغيرة اللي ممكن اشغل عليها مثلا الساوند كلاوند او اي فيديو على اليوتيوب او اي اشي ثاني اللي هو مش اساسي من جهة الشمال الشاشة بتكون 24 انش اللي هي طبعا اللي انا بشوف عليها المواد اللي انا ممكن اوخذها بشكل مباشر واطبقها في الشاشة الرئيسية والشاشة الاخيرة من جهة الشمال على الاخر الشاشة بتيجي 21 انش هاي الشاشة بستعملها اكثر الى الواتس اوب للسوشيال ميديا كمان مرة ممكن الاشيو بختلف من كل انسان لا انسان كيف استعمالات ولا شاشات انا كانسان اللي هو متعدد الاستعمالات فكنت احاول اقدر الاقي هاي الترتيب هذا التصميم اللي يقدر يرضيني ويقدر يعطيني كل اشي بدي اياه انا كمان بدي اشتغل تصميم انا كمان بدي اشتغل فيديو انا كمان بدي اعلم انا عندي عز زوم بدي محل مناسب للكاميرا فكل هاي الامور يعني تغلبت تلقيت الشكل المناسب بالاخر كل واحد الشكل اللي بناسبه حبيت بس اعطيكوا رأيي هون لانه انا متأكد انه في كثير زي بيحاولوا دايما يغيروا بشكل الستاب وشكل اللي الترتيب والشاشات وكيف يعملوا هون ويعملوا غاد فحبيتك اعطيكوا رأيي كان معكم حمى جرامني من قناة جي تيك تحياتي